السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال سوشيال ميديا ومن خلال الفيسبوك والعديد من المواقع الإلكترونية والعديد من القنوات التي تبس من خلال اليوتيوب عايز أقول لكم على حاجة مهمة دايما بقولها لكم الشطرة بتغزل برجل حمار ليه؟ لأن احنا قدام مجموعة من الحقائق في قضية مهمة جدا لابد وحتما أن نوضح معالمها لكم عشان كده كان لازم أعمل الحلقة دي مع أحد الخبراء المهمين في مجال القانون والقانون الدستوري الأستاذ الدكتور سيد بحيري محامي الأستاذ هاني العتال والحديث عن قضايا مهمة جدا خليني بعد ما رحب بالدكتور سيد وقوله أهلا بك دكتور أهلا بك فنم خليني أبدأ مباشرة دكتور سيد عضوية هاني العتال وما عليها من لغط كنائب لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقبل أن نذهب إلى موضوع كونه نائب الآن أو غير نائب الأول كلمنا عن العضوية ووضع العضوية القانوني في ظل ما يقوله مرتضى منصور أنه ألغى عضوية هاني العتال من نجل زملك وأنا بس أستاذ محضرك أن أنا أرحب بحضرتك الله يخليك ورحب بجميع فريق العمل الله يخليك أنا ما كنتش أتصور أنه المسألة بالفعل بتاخد مجهود كبير فكان الله فعونكم الله يخليك فمبدئياً موضوع عضوية هاني العتال هي باقية بقوة القانون وبقوة قرار صدر في 13-11-2017 القرار ده صدر من لجنة التظلمات طب إيه اللي حصل إيه اللي حصل أنه هاني العتال عضو في نادي الزمالك من 2005 بلا مشاكل تمام وسبق أنه هو رشح نفسه في الانتخابات ونجح في الانتخابات تمام أيام الأستاذ ممضوع عباس بلا مشاكل دي حقيقة لكن لما فكر وصرح وقال أنا نازل الانتخابات القادمة اللي حتعقد فيه 23-24-2017 كنائب يعني منافس لابن رئيس النادي المسألة اختلفت فلازم ندبر ونفكر إزاي نطير هاني العتال من عضوية النادي أصلا ده فكرة مرتدة منصور أكيد بالضبط فعشان يعمل ديه اترتب له وفكروا برضو يعني المجموعة اللي قعدت معاه قالت له طيب ما احنا عندنا مادة هذه المادة صحيح مش ماشية معانا لكن نقدر نستغلها اللي هي لجنة شؤون العضوية لجنة شؤون العضوية دي وردت في المادة تسعة من ليحة نادي الزمالك في 2017 يعني انت عايز تقول لنا ان لجنة شؤون العضوية وهذا القرار الخاص بتشكيل هذه اللجنة كان بداية المؤامرة عن هاني العتالي استبعاده من سباق الانتخابات أصلا قبل ما يتفتح باب الترشح أصلا كانت المسألة متخطط لها بس في خفية فاللي حصل انه قال نعمل ايه نرتب شوية ورق المفروض انه المادة تسعة دي بتتكلم على اجراءات العضوية يعني ايه اجراءات العضوية يعني واحد بيطمح انه يكتسب عضوية نادي الزمال طيب ايه المطلوب لو حضرتك رجعت المادة تسعة هتلاقيها بتتكلم على الطلب 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 عشر مرات ذكر في المادة تسعة كلمة الطلب فيبقى ايه ايه واحد لسه بيجهز حاله وبيقدم المستندات الدالة على انه مستوفي شروط اجتساب العضوية يعني المادة تسعة بتتحدث عن الذي يرغف في ان يكون عضوا في نادي الزمالك ويتقدم من جديد وليس صاحب العضوية اكيد هو بره بره اصوار النادي تمام فقالوله اشتري نموذج اشتري نموذج ام لنموذج ام لنموذج تمام قاله طب انت معاك مؤاهل ايه انا معاك مؤاهل كذا ده الترتيبة فقاله احنا نجيب مش هاني العتاله بس لا ده كمان نجيب والده اللي هو اكتسب العضوية سنة 1998 وخلي بال حضرتك من التاريخ بتاع 98 لانه فارق لان دي المرة التانية اللي يتقدم مجد العتال بالعضوية يعني ايه مرة تانية اه اصلي مرة اولانية يبدو انه العضوية في نادي الزمالك مشبوهة بمعنى اللي مسكين العضوية ففيه قبل كده حصل ان فيه شخص قائم على ادارة شؤون العضوية كان بياخد المستندات وياخد الفلوس من الناس ويتلاعب ماليا مش عايزة اقول اسمه مش عايزة اقول اسمه لانه توفى ولكن خلينا اقول انه هو ضبط مختلسا متلاعبا في عضوية الكسيرين وبناء عليه تم تحويله للتحقيق ايه في احد المجالس وتم فصله من النادي وسجن وتوفه الله لكن في النهاية كان قرار النيابة ايه قالوا الله اذا كان فيه فروق مالية طيب اي حد بالنسبة للناس دي اللي هو متقدمين يدفع الفروق المالية تمام الحج مجدي قال لا انا مش هدفع انا هقدم من جديد فعضوية نادي الزمالك عبارة عن ايه بتقبل على عكس بعض الاندية بتقبل اللي معهوش مؤاهل خالص وتقبل اللي معاه مؤاهل متوسط وتقبل المؤاهل عالي وبتفرق بينهم مالية فاللي معاه مؤاهل عالي بيدفع اقل طب الرجل الاعمال زي الحاجة مجد العتال بيدفع كتير يبقى اذا المسألة كلها مسألة فلوس دفع التبرع اللي مطلوب منه واخد العضوين من سنة 98 ودفع الحد الاقصى وحصل على قرار مكتب تنفيذي كان يرأسه وقتها الدكتور اسماعين سليم ومن بعدها قاعد يشتغل في انه يحضر جمعيات عمومية وكان بيه نشاط لدرجة انه وصل بيه الحال انه تبرع للنادي بخمسمائة الف جنيه من خلال والده ابنه هاني العتال في سنة من السنوات المفروض انه هو قرد حسن يعني بلا مقابل فاللي زي ده ممكن يتحايل على القانون ويكتب ان انا مؤاهل عالي عشان يستفيد ماليا يعني اذا انت بتتكلم على صحة عضوية مجد العتال التي هي الاساس وبناء علي اهاني العتال اكتسب العضوية عن طريق والده ثم انفصل في السن القانونية واصبه عضوا فاعلة نزل انتخابات ونجح كأفض مجلس ادارة ثم بعد ذلك نزل انتخابات وحصل على اعلى الاصوات كنائب رئيس وبقي نائب رئيس ولكن انت قدام حاجة ان فيه الناس بتقولك ان فيه حكم طالع بالنهاني غير مختصة صفة يعني غير عضو في القضية التي رفعها عن طريق حضرتك في ابطال الانتخابات الاخيرة اللي اتفصلت لأحمد مرتضى كأفض مجلس ادارة دي اكيد احنا كنا يعني طبيعي ان انا بس عايز اوضح اكثر اتفضل في شاء العضوية العضوية بتاعت من 2005 ما بنيت العضوية صحيحة فاي واحد بيكتسبها عضو تابع بيتحول لعضو عامل فعضوياته صحيحة هاني العتال واخته لكن الترتيبة ما كانتش كده الترتيبة احنا هنطلع من خلال لجنة شئون العضوية اللي ملهاش اي اختصاص بالنسبة للأعضاء تمام لانه فيه فرق بين انك انت طالب عضوية فيه فرق بين انك عضو بتسدد اشتراكاتك الثانوية تمام وتحضر الجامعيات العمية من خلال لجنة شئون العضوية عملوا ايه؟ قالوا لا ندبر بقى بانه نقول انه ندسله صورة ضوئية ملهاش اي اساس وقال انه هو حاصل على مؤاهل عالي اللي هو مجد العتال اللي هو مجد العتال لابد ان يكون اصلي مؤاهل الى جانب علشان كده لما قدم شكوى للنيابة لم تبط النيابة في هذا الامر لم تبط النيابة في هذا الامر فالترتيبة وصلت لكده يبقى احنا لما بنتكلم على مادة مستقلة على اجراءات العضوية ملهاش اي دعوة بالعضو السابت لو كان فيه مخالفة يبقى المادة اللي بعدها المادة عشرة اللي بتتكلم مع التحقيق مع العضو في حال المخالفة وهذا لم يحدث وهذا لم يحدث لانه اصلا لم يرتكب اي جرب ولو اتفقنا بانه اي حد هيتقدم فيه بلاغ للنيابة العامة ويتقال له لا ده انت متهم فلازم تزال عضويتك يبقى مرتضى منصور والاخرين هم كمان برا لانهم مقدمين للنيابة العامة في موضوع القضية الشهيرة الخاصة بالاختلاص مجرد الاتهام لا يزيل العضوية لكن عنده لابد ان هو يزيل العضوية طيب في دقيقة اذا العضوية صحيحة 100% ومرتضى منصور عندما تقدم ببلاغه الى النيابة بشأن تزوير هذه الورقة الضوئية اللي جثت في اوراق السيد مجدي حقق خليل والد السيد هاني مجدي حقق خليل النيابة لم تمت فيها حتى الان وما يقوله مرتضى منصور بشأن تزوير مؤهل او غير ذلك هو كلام جعجع واستهلاك اعلامي لا اساس له من الصحة مؤكد انه كلام لا اساس له من الصحة ومخالف للقانون لانه هو نفسه لما فكر انه يعمل الحكاية دي عارف كويس قوي انه الورقة دي مدسوسة بس كان لازم يعملها عشان يستبعد هاني العتال من الترشح وده اللي بالفعل عمله واستبعد هاني العتال من الترشح بالورقة المدسوسة اللي هو يعلم تماما انها مش تبع ملف مجدي العتال وانه هاني العتال عضوياته صحيحة ومستقلة تماما عن عضوية والده من 2005 وابناء عليه لما انت حضرتك قلت ده وجبت ما يزبط باستقرار المراكز القانونية تم رجوع هاني العتال مرة اخرى الى السباق الانتخابي اكيد اه يعني اذا احنا قدام عضوية صحيحة 100% لمجدي حقق خليل وشهرته مجدي العتال بناء عليه تابعي هاني وابنته اسماء عضويتهم صحيحة 100% طبقا للمراكز القانونية اللي حصلوا عليها واللي اخرها رجوع هاني العتال الى السباق الانتخابي مضبوط كده تمام طيب اختم معاك مرتضى منصور اكد ان زوار صفة الاضوية انتهى عندما قالت المحكمة في القضية المرفوعة من هاني العتال ليقاف الانتخابات الاخيرة في الجمعية العمومية الباطلة انه غير زار صفة كما قال القاضي في دقيقة واحدة ترد على ايه على كلام مرتضى في هذا الاقار هو برضو المحكمة لم تؤسس على الكلام ده وانما أسست على امر اخر انا حابب انه تتوضح في مش حينفعها دقيقة يعني يعني محتاجة وقت محتاجة وقت طيب اذا ولكن ناخد في دقيقة ونختم صحة عضوية هاني العتال وفقا للمستندات الرسمية الدامغة اللي تحت ادينا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور سيد بحيري الفقيه الدستوري والمحامي الشهير محامي الاستاذ هاني العتال موضحا صحة عضوية مجد حقاق خليل وشهرته مجد العتال وبناء علي صحة عضوية تابعيه السيدة اسماء مجد حقاق خليل والسيد هاني مجد حقاق خليل وهي اساس النقاش اذا اللي حضرتكم بتسمعوه من مرتضى منصور هي جعجعة كدابة ما لهات اساس من الصحة حبيت اجبلكم من واقع الاوراء والمستندات اصل العضوية من اولها الى اخرها ولا يفوتكم شهالة الدكتور اسماعيل سريم التي ادلى بها وهو كان رئيسا للمكتب التنفيذي انه هو الذي اقر بصحة عضوية مجد حقاق خليل لانه دفع الحد الاقصى المالي المقرر الى ذلك دون ان يترك صغرة ودون ان يقدم اي ورقة مزورة وبناء علي العضوية خدت مجراها واصبحت زى مرقز قانوني قوي جدا وعضوية هاني العتال بنيت عليها واسماء مجد العتال بنيت عليها وبناء عليها العضوية صحيحة 100% ما تسمعوش اي حاجة لانها تسمعوا اباطل كتير ولكن عندي مفاجأة مهمة جدا ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقتان مخصوص بشأنها اشكركم شكرا جزيلا ونلتقي في لقاء قادم باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة